لذلك عندي اقتراح أتوجه به للسيد المحافظ الأستاذ حسن عبد الله تيسيرا على العملاء وتجنبا لمشاقة إجراءات فتح الحسابات ألا يمكن اعتبار أن الحساب بالجنيه المصري له صفحة موازية بنفس البيانات ونفس الأشخاص ونفس الرقم القومي بالدولار لصاحب الحساب تاني ألا يمكن أن يعني نضع مبادرة لمدة 6 شهور نقول فيها أنت مش محتاج تفتح حساب دولار ولا محتاج تروح البنك بنفسك أنت كل اللي محتاجه تبعت حد برقم الحساب يحط لك الدولار بقى عندك حساب دولار أتمنى وأرجو على فكرة أنا أونلاين بفتح حساب دلوقتي في البنك الحساب بالجنيه المصري بفتحه أونلاين في بنوك كتير يا كده دلوقتي لكن أنا بتمنى وبرجو من البنك المركزي ومن البروك المصرية نقول أنه أي حد هيودي دولار البنك على حسابه المصري هيتحط في حساب بالدولار فورا هيبقى عندك رصيد بالدولار ما انتاش في حاجة أنك تروح تجيب صورة البطاقة وتمدي وتعمل وبالتالي حضرتك تبعت اللي أنت كنت متعود تبعاته البنك قدي الدولار أهو اتفضل دولارك موجود وفيه بقى سبل كتيرة جدا أنك تشوف هتحط الدولار دوا عادي ولا حساب جاري ولا حساب بفوائد ولا حساب شهاد إذا ما انت عايز تيسيرا على الناس لأنه النهاردة لحد الساعة ثلاثة تقريبا وأنا عدد من الأصدقاء في البنوك بيقول لي فعلا نسبة الإداء ملحوظة أنا ما بهولش بسيقول لك ملحوظة السؤال هل هذه المؤشرات عاملة ضجة كبيرة في نفسية وسلوكيات المواطن المصري من حيث ثقافة التعامل مع الدولار أيوة بقى فيه عندنا دلوقتي بمنتهى الصراحة البيوت المصرية كلها سمعاني طب أنا هحتفظ بالدولار ليه؟ ما أنا مش ضامن الخمسين دي هتفضل على فكرة المؤشرات اللي جاي لنا من بره تتحدث عن هبوط أنا معرفش قدي إيه بس تتحدث عن إن العملة المصرية في طريقها للتحسن ده اللي إحنا سمعينه من تقارير رسمية أهو جولد مان ساكس بيقول لك القرارات الاقتصادية في مصر تصدر رسائل إيجابية عن المستقبل ده طبعا اللي كان من ثلاث شهور بيشرح في الاقتصاد بتاعنا ف... وعلى فكرة فيه كثير من المؤشرات اللي بتبقى مفهاش هزار يعني السندات المصرية الاقتراض على الجنيه حاجات كثيرة جدا عبارة عن فوايد فوايد لها أرقا كل هذه الأمور تجعلنا نفكر هل الاحتفاظ بالدولار الآن أنا بتاع بيزنس أنا بكلم الناس اللي يعني بتصق فينا نوعا ما في فكرة الاستثمار هل الاحتفاظ بالدولار ده سؤال هل الاحتفاظ بالدولار الآن في البيوت المصرية أصبح هو الحل الأمثل لحفظ قيمة أموالك مش عارف بس أرجو أن انتوا تفكروا فيها وتشوفوا المؤشرات اللي بتجلنا من بره ونقدر مع حضراتكم كده يوم بعد يوم نحط المقييس بتاعة أفضل وسيلة لاستثمار الدولار اللي موجود في البيوت المصرية